مجموعة من شباب الدجالي لغرض المطالبة بحقوقه والمشروعة اللي هي أبسط حقوق الإنسان مثلاً من نقص الخدمات وخاصة بالدرجة الأولى الكهرباء اللي هي طبعاً صارت عصب الحياة طبعاً والمشاريع الثانوية المتلكة بالمنطقة مثلاً مدخل المنطقة مثلاً المدارس المدارس اللي بقت على نص المشروع وعافوا تكملتها أن الخدمات الموجودة في الناحية هي من سيء إلى أسوأ ومن أهم هذه الخدمات هي الكهرباء حيث أن كهرباء ناحية واسط مخصص لها حسب دائرة كهرباء واسط 25 كيفي أو أكثر ميجا أو أكثر وهذه تكفي تقريباً للناحية بسبب عدم وجود المعامل فهي تكفي كذلك بأن الحدود الإدارية لناحية واسط بدأت الكهرباء تخرج إلى قضاء الحي وإلى العمارة المنطقة نائية تعبانة وضع الصح متخربط وضع الأمور الشباب كلها نيد عاملة كلش كثيرة فرص عمل ماكو ميجاري ماكو خدمات للمنطقة ماكو الوضع متخربط ونحن نطالب عن طريقكم وعن طريق فضايتكم المحترمة هاي الأمور بتلبية لهذا الشعب